هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رينا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريديمشن تو زي اللهب طبعا في هذا المقطع رح علمكم كيف تصيدون بكل احترافية لعبة ردد ريديمشن تو وايضا رح علمكم كيف تاخذون جلد الحيوان دائما يكون ثلاثة نجوم او دائما يكون في حالة جيدة طيب عشان نصيد بطريقة احترافية ودائما ناخذ الحيوان بثلاثة نجوم لازم نركز على عدة عوامل مهمة جدا اول عامل مهم اللي هو السلاح اللي تستخدمه للصيد طبعا كل حيوان يختلف كل حيوان له سلاح معين تصيده به على سبيل المثال الغزال رح تصيده بطلقة سنايبر وفي حيوان ثاني مثلا الراكون الراكون حيوان صغير جدا فمجرد ما تصيده بالسنايبر رح تقيل جودته في الحال يعني اذا كان ثلاثة نجوم حيصير اثنين بعدها على طول حيصير واحد او ممكن من ثلاثة على طول يصير واحد فانت لازم تراعي نوع الحيوان اللي رح تصيده ورح تراعي ايضا السلاح اللي ممكن تستخدمه مع هذا الحيوان يعني لكل حيوان سلاح معين تصيده به هذا اول عامل بالنسبة للعامل الثاني رح يكون النوع الرصاص او نوع الاسهم اللي رح تصيد بيها بكل بساطة اعطيكم مثال بسيط يوضح لكم هذا العامل بشكل صحيح انا مرة بقاعد ابحث على نوع معين من الحيوانات جدا جدا صغير كان الظاهر الراكون فلما بحث عنه جا قال لي انك لازم تقتله به مثلا السهم بطلقة واحدة من السهم طلقة واحدة من السهم طيب حلو جي تاخدت السهم قنصت على الراكون وبطلقة واحدة من السهم قتلته كان ثلاثة نجوم صار نجمة واحدة طالعت ايش بهذا استهبل عليها قاعد يقول لي بالسهم بعدها يقول لي نجمة واحدة فبحثت اكثر في الموضوع طلعت اللازم تصيده بنوع معين من الرصاص او نوع معين من الاسهم طالع انه لازم اصيده بنوع صغير جدا من الاسهم اللي ممكن تصنعها فيعني نوع الرصاص او نوع الاسهم مهم جدا في الصيد العامل الثالث راح يكون مكان الرصاص وعدد الرصاصات اوضح لكم اكثر يعني لازم تقتل اي حيوان في راسه وبطلقة واحدة جدا ضروري انك تدمر الحيوان او تقتله بطلقة واحدة وتكون في راسه ضروري جدا لانه اذا زادت عدد الطلقات راح تقل الجودة يعني طلقته طلقة بين طلقته ثانية راح يصير من ثلاثة لواحد فمكان الرصاصة وعددها جدا جدا مهم لازم تكون مكان الناس وتجيبوا الطلقة واحدة في راسه وخلاص هذا هو العامل الثالث بالنسبة للعامل الرابع راح يكون حجم الحيوان كلنا نعرف انه فيه احجام كثيرة في لعبة Red Dead Redemption 2 هي خمسة احجام small واكبر من ال small شوية وعندنا medium ولارج وماسف هذه الخمسة انواع كلها موجودة في اللعبة وتختلف من حيوان لحيوان فاذا كان مثلا حجمه ماسف مستحيل مثلا تستخدم معاه الاسهم راح تستخدم معاه مثلا سنايبر فيعني الراعي حجم الحيوان لانه ايضا اللي هم معاملة خاصة او مجموعة من الاشياء اللي لازم تسويها عشان تقتله فحجم الحيوان ايضا عامل جدا مهم في الصيد الخيار الخامس او العامل الخامس راح يكون Dead Eye او العين المميتة تفعيلك للعين المميتة في صيد الحيوانات ضروري جدا اخلي واحد من اهم الاشياء او من اهم العوامل اللي لازم تفعلها وانت تصيد الحيوان فال Dead Eye ضروري جدا تفعلها وانت تصيد وتكون قناس جيد بها الخيار السادس او العامل السادس راح يكون دراسة الحيوان عن طريق المنظر اهم واحد بعد العين المميتة اللي هو دراسة الحيوان لانه دراسة الحيوان راح توضح لنا مجموعة من الاشياء راح نتكلم عنها بعد شوية اول خطوة فعلية في الصيد راح يكون دراستك للحيوان عن بعد هذه خطوة جدا مهمة قلت لكم عليها راح تطلع منظارك وراح تدرس الحيوان عن طريق ضغطك لزر الاروان وبعدها كمان اروان راح تطلع لك مجموعة من المعلومات عن الحيوان اللي تبت صيده اول شي راح نلاحظه اللي هو النجمات دائما دائما دور على حيوانات ثلاثة نجمات لانه نجمتين تقريبا ما لها اي داعي ونجمة واحدة اكيد هذه ما لها داعي جدا فدائما دائما دور لك على حيوانات بثلاثة نجوم عشان تصيدها لانها هي الحيوانات اللي تصاد الحيوانات تبت ثلاثة نجوم غير ثلاثة نجوم لا تصيد لا تتعب نفسك أيضا لما تدرس الحيوان تحت في الرسالة راح يوضح لك بأي سلاح ممكن تقتله على سبيل المثال الغزال راح يموت بطلقة سنايبر وحدة طلقة سنايبر وحدة فرأسه على طول راح يموت فدراستك للحيوان جدا مهمة راح تبين لك جودة الحيوان وكم نجمة فيه وأيضا راح تطلع لك إش نوع السلاح اللي ممكن تصيده به طبعا أنا هنا حصلت لي غزالة بثلاثة نجوم ودرستها وكل حاجة وقال لي إنها راح تنصاد أو عشان ما تقيل جودتها صيدها بطلقة سنايبر وحدة عشان تقتلها وأيضا ما تقيل جودتها أيضا دائما استخدم اللوشن اللي ما يخلي الحيوانات تشوفك وهذا اللوشن تقدر تشتريه من عنده ترابر هو شي جانبي يعني لكن يفضل يعني سنايبر اللي في رأسه زي ما شفته في الجيم بلاي بطلقة سنايبر وحدة في رأسه وبتشغيل للديد آي عشان تجي الدقة أعلى قدرت أكتر الغزال وما قلت جودته وطلع ثلاثة نجوم من ثلاثة نجوم فلما يقول لك رايفل فراح يكون السنايبر هذا أول نوع من الأسلحة اللي ممكن تستخدم بعض الحيوانات لما تدرسها راح تقول لك راح تنصاد هذه الحيوانات بالفارمينت رايفل أو قناصة الصيد قناصة الصيد تقدر تشتريها من محل الأسلحة تقريبا بثمانين دولار وهذا هو شكلها زي ما تشوفون هذا الحيوان ثلاثة نجوم ولما درسته قل لي أنه إذا تبقى تكتلوا ويبقى على جودته لازم تستخدم اللي هو الفارمينت رايفل أو سلاح الصيد اللي وريتكم إياه قبل شوية بكل بساطة الحين اللي أسويه راح شغل التد آي وبطلقة وحدة في رأسه راح أجلده بكذا الجودة ما راح تكل زي ما تشوفون في القيم بلاي ثلاثة نجوم من ثلاثة نجوم في بعض الحيوانات راح تنصاد بالريبيتر أو البندقية ركز معايا ترى فيه فرق كبير جدا بين الريبيتر والرايفل إذا قل لك رايفل فهو سنايبر وإذا قل لك ريبيتر فهي بندقية أو أحد البندقيات الموجودة عندك طبعا زي ما تشوفون في القيم بلاي أنا درست هذا الحيوان وقل لي أنه والله تراه ثلاثة نجوم وأيضا قل لي استخدم الريبيتر عشان تقتل هذا الحيوان بطلقة وحدة وتبقى جودته هي ثلاثة من الثلاثة فزي ما تشوفون في القيم بلاي توجهت الحصاني وأخذت الريبيتر أو البندقية عشان أقدر أطلق طلقة وحدة بالديد آي فراسو عشان تبقى جودته زي ما هي وأيضا بجودة عالية زي ما تشوفون قربت منه على طول شغلت الديد آي وجلدت جلدة فراسو بقيت الثلاثة نجوم من ثلاثة نجوم بعض الحيوانات الصغيرة وغالبا تكون اللي هو الطيور لما تدرسها تقول لك أنه لو تبغى هذا الحيوان بالجودة العالية لازم تقتل هذا النوع من الحيوانات بالسمول ايرو نوع معين من الأسهم نوع صغير من الأسهم راح نصنعوا الحين وراح أعلمكم كيف تصنعونه يعني بعض الحيوانات الصغيرة تطلب نوع معين من الأسهم عشان ما تقل جودتها طبعا بالنسبة ليش المتطلبات عشان أصمم بالسمول ايرو أو شي لازم تسوي لكم خيم لتوقع الكل يعرف بعدها راح تضغط مربع عشان تسوي الكرافتينج أو مكان الكرافتينج بالنسبة للسمول ايرو اللي يطلبوا واحد أن يكون عندك أسهم وأن يكون عندك طلقات شدقن والثالث راح يكون اللي هو الفلايت فذر الأسهم والشدقن اتوقع الكل عنده هذا الأشياء فقط الفلايت فذر كيف أجيبه الفلايت فذر بكل بساطة أنك تقتل أي أنواع من الطيور وراح يعطيك اللي هو الفلايت فذر أو الريش الطيور فيعني متطلبات السمول ايرو راح يكون أن يكون عندك أسهم يكون عندك طلقات شدقن وأن يكون عندك اللي هو الفلايت فذر أو ريش الطيور كيف يجيب الفلايت فذر بكل بساطة راح تقتل أي نوع من الطيور وراح يعطيك اللي هو الفلايت فذر بعد ما تجمع المتطلبات حق السمول ايرو راح تسوي لك المخيم الصغير حقك وبعدها تروح للكرافتينج تروح عند السمول ايرو وروح عنده أضغط اكس عشان يبدأ يصنع لك كل مرة تضغط فيها اكس او كرافت راح يصمم لك سمول ايرو واحد فانت صمم لك العدد اللي تبغاه لكن لا تكثر مرة خمسة رايكة فيها طيب خلونا نصيد بعض الحيوانات اللي تموت بيه السمول ايرو وتبقى جودتها زي ما هي هذا الحيوان درسته قللي بالسمول ايرو وايضا قللي ثلاث انجوم فشغلت الديد اي وجلدت في رأسه بعدها قللي ان والله ترى الثلاث انجوم فعلا بك ثلاث انجوم لانك استخدمت الثلاث انجوم طيب الان راح أعطيكم مجموعة من النصايح المفيدة جدا للصيد اول نصيحة اذا ما حصلت الحيوان ابو ثلاث انجوم او انك يعني طفشت انت تدور له كل اللي عليك انك تسوي شي واحد من شيئين يا انك تسوي لك كان فاير وتنام وتسحى الصباح او انك تبعد من المنطقة اللي فيها الحيوان تروح مكان كده شوية بعيد بعدها ترجع مرة ثانية لمكان الحيوان عشان تجدد الرسبونات وان شاء الله انه الحيوان ابو ثلاث انجوم يرسبن النصيحة الثانية استخدم اللوشن اللي ما يخلي الحيوانات تعرف انك موجود وهذا اللوشن تقدر تستخدمه من الترابر او تقدر تشتريه من الترابر او الجنرال ستور اسمه اللوشن فور هانتنج النصيحة الثالثة راح تكون التعقب وفائدتها العظيمة كل اللي نعرف انه فيه ديد اي وفيه تعقب اللي تعقب الخطوات وين الحيوان رايح وين جاء واش نوع الحيوان فحاول بقدر الامكان انك تستفيد من هذا التعقب وعشان تفعل التعقب راح لازم تضغط R3 و L3 بدون ما تقنص على طول تتفعل معاك التعقب طيب ايب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة وان شاء الله اذا عجبكم المقطع انشروا لجميع اصحابكم اللي لعبون لعبة Red Dead Redemption 2 وحط لايك الان ليجيك هد يدمن راسك تدمير يطلع راسك ثلاثة نجوم بيرفكتا يلا سلام عليك شكرا شكرا